السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة فضفضة لهذا الاسبوع شاب يطلق على حبيبته الرصاص ويطلق على والدتها ايضا الرصاص يصيب حبيبته في احدى كليتيها تفقد احدى كليتيها والدتها تصاب اصابة بلغة وهو ينهي حياته بنفس المسدس اللي اطلق على حبيبته وعلى والدتها الرصاص قصة مأساوية جدا لصديقة القناة التي لن يذكر اسماها حفاظا على خصوصيتها تعالوا نشوف مصير هذه الفتاة ايه اللي ممكن يكون منتظرها في هذه الحياة بعد هذا المشهد الصعب يلا بنا طبعا اللي يسمع مقدمة هذه الحلقة هيحكم على طول بان هذا الشاب مجرم ويستحق هذا المصير لا اصبر شوية هذا الشاب له قصة مع هذه الفتاة مؤثرة واللي قال من الحب ما قتل لم يكذب بينهم قصة حب شديدة وبينهم مشاكل حصلت ادت الى هذا المصير في النهاية وحفاظا على خصوصية هذه الفتاة اللي هي صديقة القناة الاخت العزيزة هنرمز لها باسمه مستعار هو مش اسمها ولكن عشان نسهل واحنا بنحكي حكايتها وهنقول يا ترى ممكن يكون مصيرها ايه فهنقول ان هذه الفتاة هي اسمها مي وهذا الشاب باسمه احمد طبعا لهو اسمه احمد ولا هي اسمها مي ولكن ده اسماء مستعار مي لا احمد واحمد لمي من هم صويرين قرروا الاباء ان ده ليه دي اولاد العم لبعض هو ابن عمه اتربوا على كده ولكن في بعض الاسر بتبقى الام هي ذات الكلمة العليا وده قليل جدا بيحدث في مجتمعاتنا ولكنه بيحدث وليهم صوت عالي جدا ومؤثر في اسرهم الاسرة بتاعت مي والدتها كانت هي صاحبة الصوت العالي بمعنى ايه صاحبة الصوت العالي ان لها القرار الاخير وكان الاب دايما بيهاب من كلمة هذه الام او هذه الزوجة بالنسباله فكان بيعمل لها الف حساب وكلمتها نافذة بكل المقيس لسبب او لاخر لم تحدث صاحبة الرسالة اللي هي مي ايه هو السبب اللي دفعها انها تكره احمد من البداية وقررت انها تطرده هي وامه لما طبعا كبروا وقرروا ان هما يبقوا يعني نسايب هذه العائلة وان هما يتزوجوا بقى بمي قررت انها تطرد احمد والبيته واصبحت بينهم مشاكل كبيرة جدا وقررت ان ده مش هيدخل البيت ابدا وده لن يكون زوج ابنتي مي اطلق احمد كان شايف حياته كلها مي مي كانت شايفة ان حياته كلها هو احمد احمد حاول يحل المشكلة بطريقة سلمية بعد مشهد الطرد اللي اتعرض له هو وامه وهذه الفرقة اللي حصلت ما بين العائلتين الدنيا بازت مش عارف يخطب مي طيب يعمل ايه حاول ان هو يلجأ الى الحلول السلمية يجيب وسطه من الاه يحاول يتوسطه ما بين العائلتين لحل المشكلة بطريقة سلمية ولخطبة مي ولكن كل المحاولات دي باقت بالفشل والمدة سنة البنت مش قادر تشوف احمد خاصة بعد ما امها عرفت انها بتقابله من وراه هنا قررت الام تمنعها من الخروج من البيت الموضوع موقفش عند هذه النقطة لا الاب مع انه صاحب الكلمة السفلة او الكلمة الاقل فيه او الاضعف في هذا البيت قرر انه يعمل حركة جريئة جدا ايه هي الحركة دي الاب قرر انه يزوج مي لأحمد في السر بدون علم هذه الام المتسلطة وتزوج الحبيبان ولكن لم تنتهي هذه القصة بالزواج طبعا الزواج كان مع اقاف التنفيذ يعني عقد قران فقط ولم يتزوجها ويجتمع في بيت واحد ولكن بعد معرفة الام لهذا الامر الذي لن يخفى لمدة طويلة على الناس ولن يخفى على اي احد عرفت الام بهذا الخبر اللي وقع على دماغها زي ما يكون في سهم ورشأ في دماغها قررت انها تمنع هذه الفتاة من الخروج وتمنع عنها الاكل وتمنع عنها الشرب وربطوها ويحبسوها كان هنا الاب هو اللي بيقوم بانه يوصل الاكل والشرب اللي بنته في السر بدون علم الام وكانت المأساة احمد قرر انه يبلغ الشرطة ضد هذه السيدة المتسلطة وقال ان هذه السيدة حبست زوجته ومنعتها منه طبعا هذا الموقف عدة ولكن بعد الثلاث شهور قررت الام انها تشحن اخوة مي وتخليهم زي الجنود عندها هذه السيدة المتسلطة خلت الاخوة الرجال لهذه الفتاة بالضبط كأنهم العساكر والجنود لديها قرروا انهما بالتعاون مع هذه الام انهما يزوجوا مي لشخص اخر طيب ازاي وهي متزوجة وعقد قران مع احمد قرر انهم يعتدوا على احمد ويدربوه ويجبروه بالاكراه على فسخ هذا العقد طبعا احمد اتعرض لموقف مهين جدا وبشع من هذه السيدة ومن الاخوة طبعا هو اللي قدر عليه انه هو يمنع هذا الزواج انه يتم باقناع هذا الشخص اللي بتقدم لخطبة حبيبته وزوجته انه ما يتقدمش ولكن الموضوع اتعقد اكتر وتم منع هذه الفتاة اللي هي مي من احمد نهائيا وتحبست بلا اكل بلا شرب وكان الاب هو اللي بيحاول انه هو يديلها الاكل والشرب في الدرة في السر بدون محد يعرف في يوم من الايام وفي الصبح بدري خبط احمد فتحت مي لقيت احمد المسدس قال لها يلا تحالي معي طبعا هي خافت من مشهد المسدس ففي موقف طبعا لا يحسد عليه احمد للأسف في حالة هسترية انتبته في هذا الموقف قرر ان هو يضرب النار عشوائي ضرب النار ده جه في كلية حبيبته مي واصبها اصابة بلغة في كليتها وضرب النار على هذه السيدة المتسلطة واصبها في كتفها وانهى حياته بعدها ما شاف هذا المشهد قرر ان هو خلاص ما عادش فيه فايدة فاطلق النار على نفسه وانضحر هنا خلصت قصة احمد ولكن مي لسه عيشة ولسه في حالة من الاكتئاب الحاد نتيجة هذا المشهد وهذه القصة المأسوية اترى ايه نصيحة لممكن ان تتقدم لمي عشان تكمل حياتها بدون اكتاب الى صاحبة هذه الرسالة الى الاختة العزيزة صاحبة هذه القصة المأسوية مي الانسان في حياته بيتعرض لفقدان احباء كثير انا فقدت ابي في غير فقد زوجته في حد فقد امه في حد فقد اولاده فالفقد ده ربنا سبحانه وتعالى تحدث عنه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابيرين فده جاي علينا كلنا الفكرة لما الانسان بيبقى مكتب له من عند ربنا سبحانه وتعالى ان الشخص ده مش هيكون ليك طيب ربنا انت حطيته ليه في حياتي اذا كان هو مش هيبقى ليه حطيته عشان اثبت لك ان مهما توح ومهما تيجي انت ملكش حد غير ربنا سبحانه وتعالى اللي بيتعلق بحب البشر بتبقى دين نتيجة هكذا يفعل الحب بالناس اللي بيتعلق بربنا سبحانه وتعالى مش هيحصله اي حالة اكتئاب له انه في النهاية اتعلق بالحب الاقوى حب ربنا سبحانه وتعالى الحال عندك ان انت تحب حد تاني بقوة تانية طيب ازاي؟ الفكرة ان كلنا بنتعرض لفقدان حبيب فقدان عزيز فقدان غالي ولكن اللي مقصر فيك مش فقدان احمد اللي مقصر فيك هو المشهد البشع اللي انت شفتيه ساعة الرحيل هذا المشهد هو اللي ميسبب لك الاكتئاب الحالي هذه الام حلها ايه؟ حلها في اية كريمة بتقول ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عدوة كأنه ولي حميم فما بالك ان دي والدتك للأسف هي والدتك ولكن ربنا بعتلك اختبار قوي طيب يا رب انت بتبعتلي اختبار قوي ليه؟ لان انت قوية خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها ده معناه ان الانسان طول ما بتجيله مشاكل ربنا عارف ومتأكد ان هذه المشكلة هو يقدر يواجهها ولكن انت اللي بتختار يتواجهها ولا لا تختار يتواجهها ازاي؟ بحب اقوى من حب احمد مفيش حد في حب احمد لو مليتيش حد اقوى من حب احمد يبقى حب ربنا سبحانه وتعالى ينسيكي احمد وينسيكي كل حاجة عنه طيب ايه الحل اللي افترض تعمليه عشان تنسي احمد وتساعد نفسك؟ ما تفتكرهوش اي متعلقات خاصة باحمد لو كانت هناك مثلا اي اشياء خاصة بيه اتبرع بيها اللي وجه الله تعالى طيب لو فيه اي رسائل او حاجات مكتوبة او مسجات او هدايا معلش خليك قوية خلص من هذه الاشياء فورا اوعي تسيب اي اثر لأحمد في حياتك خلص قصة احمد انتهت واللي تقدر يتعمليه هو الدعاء له والدعاء لجميع موتى المسلمين بالغفران والرحم ولكن ان انت تنهي حياتك بسبب هذا المشهد لا الفكرة ان انت استعادت الذكرى مرة ومرة 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 وحكايتها مع اشخاص اخرين وحكايتها مع ناس كتير ده بيخليك على طول في حالة عدم نسيان وفي حالة تنشيط للذاكرة المؤلمة محتاجين ننسى ربنا سبحانه وتعالى سمى الانسان الانسان من النسيان نعمة النسيان اسأل الله ان ينسيك هذه القصة المؤلمة ولذلك مهم جدا ان انت تتخلصي من اي شيء يربطك بأحمد ماديا لو هو جابلك هدية خاتم سلسلة اي حاجة تخلصي منها رجاءا لان كل الحاجات دي هتعذبك طول الوقت ده مش معناه ان انت مش بتحبيه او ان انت كده عفوا مثلا مش اصيلة معا ان انت تتخلصي من اشياء ولكن ده حل علاجي لحالتك النفسية ومحتاجة ان انت تسيب لنفسك فرصة مع حد تاني مع قلب تاني يستوعبك اما بالنسبة للام ادفع بالله يا احسن احسن لهذه الامة السيئة المتسلطة احسن الهيها قدر المستطاع لو ما كانش الجزاء منها هيكون الجزاء من ربنا سبحانه وتعالى انه هيعطيكي على احسانك لهذه السيئة المتسلطة القوية القاهرة لهذه النفوس هيجزيكي عن هذا الاحسان خيرا منه وربنا سبحانه وتعالى خزائنه لا تنفذ ولا تنتهي انسيه وتخلصي منه تقدري هتقدري استعيني بالله وكوني قوية وربنا يسعدك في الدنيا وفي الاخرة ويرسل لك من يسعد قلبك ويسلك صدرك وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة